طيب نرجع النقل التلفزيوني كنت باتحكيه واستوقفتك هنا النقل التلفزيوني كيف ستكون معايير توزيعه؟ هي هو ليس النقل التلفزيوني فقط نقل التلفزيوني وأيضا جميع العوائد سواء من رعايات مع الشركات أو حتى تسمية الدوي بدوي روشن هذه العوائد بالتالي تشترك فيها أكثر من جهة طبعا بحسب اللي أعلن اليوم وتم المصادق عليه بالإجماع في البداية تم خصم حقوق المسوق نسبة المسوق حسب ما نصت عليه العقد بعدها يتم منحة رابطة 15% من مجموع العوائد تخصيص 10% للأنديا التي تحصل على فخصة الآسيوية 2% لاتحاد القدم المتبقي يتم توزيعه على الأندية كيف يتم توزيعه؟ يتم توزيعه 50% توزع على الأندية الثمنتاعش بالتساوي بعدها يحصل صاحب المركز الأول على 10.5% يحصل المركز الثاني على 9.5% إضافية يحصل المركز الثاني على 9.5% ويحصل المركز الثالث على 9.3% رابعو الخامس على 8% السادس والسابع على 7% وتتناقص النسبة حتى تصل إلى الأخير الذي سيحصل على نسبة نصف المئة هذه النسب اعتمدت من جميع الأطراف تبقى فقط اتحاد القدم قد يعترض اتحاد القدم على هذه التوجيع لأنه في اللائحة السابقة كان يحصل اتحاد القدم على 3% اليوم تم تخفيضها إلى 2% وقد يعترض اتحاد القدم على هذا التخفيض ولا تقوموا ردد فعل اتحاد القدم لا أتوقع ميزانية اتحاد القدم أكثر ميزانية الالماني والإيطالي والفرنسي والإنجليزي كلهم هو أعلى منهم فـ 1% لا تفرق معه يعني جمي مليار ومئتين مثلا طيب